اشتركوا في القناة ونسمع صوتهم في مواضيع ومحاور عدة وضيفنا في الفقرة الأولى سيد صالح عبود مرشح لرئاسة مجلس محلي علوت سيد صالح عبود مساء الخير شكرا لحضورك لقناة وتلفزيون أسعد الله أوقاتك وأوقات المشاهدين جميعا عبر هذه القناة وعبر هذا الأثير وأرجو للجميع إن شاء الله متعة غير منقوصة وانتفاعا بما سيقال خلال هذه المقطوعة الأثيرية هنا نعم سيد صالح عبود بداية من يكون قدرات ومؤهلات ولماذا يستحك ثقة الناخبين أبناء عيلوت صالح عبود من أهل عيلوت ومن سكانها الذين يغارون على هذه القرية الجميلة الوادعة في الجليل أفتخر بأني عيلوتي النسب والأرومة والأصل وأحب هذه القرية بكل حروفها بعينها ويائها ولامها وواوها وطائها وسأوطي نفسي أن أكون نموذجا طيبا عن هذه القرية التي ظلمت طوال سنوات طويلة بأنها قرية تعمل أو تؤثر قطريا بأنها قرية تهتم كثيرا في مجال العمل والبناء وهذا صحيح وهذا فقر لأهلها جميعا لكن بين ظهراني هذه القرية وسكانها كثير من العقول والأدمغة الواعية والمثقفة والتي ستغير نظرة القرية داخليا وخارجيا أنا مدرس للغة العربية بكل فخر في مدرسة الشماء في عيلوط إيدادية عيلوط وأرسل من هنا باقة محبة لكل زملائي المعلمات والمعلمين وإدارة المدرسة ولطلابها الذين تاقت نفسي إلى تدريسهم وقسريا ابتعدت عنهم بناء على اللواح والقوانين التي تجعلني وتدفعني أن يكون بعيدا عنهم خلال الأيام والشهور الأخيرة إضافة إلى كوني معلما ومدرسا فأنا أيضا محاضر جامعي في مجموعة من الكليات ولسيما في كلية عامك إزرايل في مرج بن عامر شو اللي بدفع اليوم السيدة صالح عبود أن يكتر بين هذا العالم على الانتخابات شو السبب أنك قررت تخوض الانتخابات في عيلوط بصراحة لقد درست هذا الموضوع ومحصته مع نفسي طويلا وقلبت يميني ويساري قبل أن أقرر هذا وإن كان قراري قد استقر في داخلي زهاء أكثر من عام كامل وطعت لنفسي فترة طويلة من التفكير الشخصي والتفكير المهني وأيضا درست حاجات القرية ونظرت إلى خريطتها السكانية الديمغرافية وحاجات البلدة وثم أيضا قيمت المسار والمشروع الانتخاب القريب في موسمنا الراهن ووجدت في صالح عبود واحدا من أولئك الذين يمثلون الصوت الواعي وأنا طبعا أوجه رسالة شكر لكل الرؤساء والمرشحين الآخرين الذين لا يقلون قدرا ومنزلة عن صالح عبود لكن مع ذلك وجدت في نفسي أهلية لأن أكون ذاك الصوت المثقف الواعي الأكاديمي الشاب صاحب القدرة القيادية على أن يغير صورة البلدة داخليا وخارجيا من خلال حاجات القرية وحاجات سكانها ولا أخفي عليك أنني قد سمعت أصوات كثيرة في الماضي ولا زلت في الحاضر وأظن ستستمر مستقبلا تنادي أمثال صالح عبود ولا أكل صالح عبود فقط تنادي كل واعي وكل مثقف وكل شخص مجتمعي داخل في صميم المجتمع أن يكون جزءا من عملية التغيير القادمة لذلك وجدتني حريصا على أن أكون واحدا من أولئك الذين رشحوا أنفسهم وهذا نداء أن نواجه لكل مثقف ووعي أيضا في قريتنا أن لا تتوجس وأن لا تتردد في أن تكون شخصية قيادية طالما كنت قادرا على أن تعمل عقلك ومعرفتك ومكانياتك للمصحة العامة في قريتك يعني أغام احتمالات النجاح في مدن وقر العربي للأسف تأبأ تتخلص من ظاهرة العائلية والحمائلية للأسف سؤالي هل تنجح اليوم أن تخاطب أهالي علوت كمرشح لجميع أبناء علوت بعيدا عن العائلية هل بأعتقدك رسلنا لمستوى وعي كافي اللي ممكن يزيد احتمالاتك في النجاح أنا شخصيا قلتها في البداية وأكررها وربما أعيدها ثالثا مرابع أنا أفتخر بكوني عيلوتيا أنا أنتمي لعائلة كبرى اسمها عيلوت ولا أعتبر نفسي إلا عودا واحدا في هذه الحزمة الجامعة للجميع رغم ذلك أنا لا أنكر أنني أنتمي إلى عائلة عريقة جدا من عائلاتها وهي رسالة أيضا موجهة لأبناء عائلتي من يدعمونني ومن لا يدعمونني وكنت مثالا حيا على هذه التعددية لم أجبر أحدا ولم أطلب من أحدا أبدا أن يصوت لصالح عبود وهذه رسالة واضحة للجميع إنما أطلب من الجميع في قريتي وفي عائلة الصغرى عبود وفي عائلة الكبرى عيلوت أن ينظروا إلى قضية الانتخابات بنظر مختلفة نوعا ما أن ينظروا بنوعية وليس بكمية أن ينظروا إلى القضية كيفيا وليس كميا بمعنى أن يعملوا شيئا من ضمائرهم وبصيرتهم في العقليات وليس في الشخصيات وأن يختاروا الأفضل والأنسب ضمن باقة المرشحين وكلهم خير لكن بعضهم يتفاضل على بعض في بعض من المميزات وهنا تقف خاصية كل واحد فينا أمام أهل القرية جميعا لذلك أنا لا أجد نفسي عائليا ولا أؤمن بهذا النهج العالي بل أراني أنبذه قديما وحاليا ومستقبلا وين كانت العائلة أصلا يعني أصلا يشرف الجميع هذا لا يعيب أحدا أن يكون منتميا للعائلة لكن ألا يكون ذلك هو المعيار الوحيد والمفضل عندي وعند غيري لاختيار الشخص الأنسب لترأس المجلس المحلي نعم سيد صالح عبود يعني كثير من المرشحين يعني بنسمع يرفعون شعار التغيير والتغيير بتحدثون كثيرا عن تغيير أمور في البلد أو في المدينة الساكنين فيها السؤالي هو عن أي تغيير حقيقي بالحدث اليوم من سيد صالح عبود يعني لإيش تطمح وتصبه وشو رح يكون على سلم أولوياتك إذا استلمت زمام الأمور في علوت سؤال مركب طبعا وضعت له إجابة تفصيلية في كراسة وزعتها وربما وصلت كنسخة أو صيغة منها لكن إذا أردت أن أضع إجابة مانعة لهذا السؤال المسألة تكمن في قضية ما يسمى بالشورى أنا سأكون جماعيا أنا لن أكون رئيسا يفكر بشكل مستبد أو بشكل وحدوي سأتجه للعمل من خلال المجموعة سأتعاون مع موظفي المجلس المحلي الذين أكن لهم ولسوادهم الأعظم كل تقدير وعرفان لأنهم يصلون ليلهم بنهارهم لخدمة القرية بما يقدرون عليه لكن ذلك ليس كافيا أنا أتبنى منهجا مغايرا أعتمد فيه على التعاون الكامل غير المنقوص بين كل أفراد وفئات القرية أنا سأدخل المجلس المحلي إن شاء الله بمنهجية مغايرة لأنني سوف أحاول أن أخلق صورة أخرى للمجلس من خلال تشكيلة جديدة هي منظومة المجالس في القرية بمعنى إضافة إلى المجلس المحلي الذي يدير شؤون القرية إجرائيا فإنني سأعتمد أيضا منظومة من المجالس سيكون أمامي طبعا مجلس لكل حي ففي كل حي أحتاج مجلسا مصغرا يستطيع صالح أو غيره طبعا من الرؤساء فيما لو تقدم غيري لذلك وأتمنى ذلك للجميع توفيقا مني ومن ربنا سبحانه وتعالى سوف أجعل من القرية منظومة تعمل بشكل تعاوني من خلال تواصلي مع أولئك الذين يمثلون الحي الفلاني أو العلاني أستطيع أن أصل إلى المشكلات التفصيلية داخل الحي دون أن أنتظر منهم أن يصلوا إلي هذا واحد ثانيا بالتعاون معهم وبالتشاور معهم سأصل إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت هذه المشكلة إلى أن تتفاقم وتصل إلى حيز المشكلة وبالتالي سأستطيع من خلال خبرتهم ومعرفتهم الدقيقة بكل مشكلة في حيهم أن آئد وأجهض هذه المشكلة قبل أن تتفاقم وتصبح أذن للحي ولخارج الحي هذا نهيك عن المنفع البالغة بالغة الأهمية هي أنني بذلك سأخلق تواصلا بين الجمهور وبين المجلس المحلي المركزي فسأذهب إلى نظام يعتمد على المركزية واللا مركزية في القرية وأجد ذلك نافعا إن شاء الله كيف اليوم السيد صالح عبود ممكن يكنع المواطن أنه فعلا عندك الكدرات وعندك الكفاءات أمام كثير تحديات خاصة أنه في موضوع الإدارة وموضوع المجلس المحلي فيش عندك الخبرة الكافية يعني كيف المواطن نوعا ما لا يغامر ولا يجازف لما يختار السيد صالح عبود يكون رئيس في عيود قريتي يعرفونني جيدا أنا رجل منهجي ومتعلم مثقف وأتمتع بحظي ونصيبي من الذكاء الكافي الذي يكفيني مؤونة أن أتعلم الأمور بسرعة أتقنها طالما أردت ذلك فعندي من الإرادة والنية الصادقة لخدمة جمهوري في عيلوت ما يكفيني ويكفيهم إن شاء الله لكن ذلك ليس كافيا كما تفضلت فأنا سأستعين بخبراتي أولئك الذين خدموا القرية من خلال موقع المجلس المحلي وخارجه في قرية في عيلوت ثمت كوكبة أفخر بها من الذين عملوا في مجالات شتى في العمل الجماهري أنا لن أستبعدهم بل سأقربهم وأتقرب إليهم حثيفا كي أخذ عنهم وأحمل من خلالهم رسالة قادمة لجمهورنا في عيلوت هذا طبعا لا يلغي كما أيضا دورة الذين سبقون في إدارة المجلس المحلي ويكون لهم كل تقدير إن كان العم أبو عاهد أو عم أبو حسام حسن علي أبراس فأولئك أيضا رجلان أو مثالان من الذين قدموا ما يستطعونه للقرية وسوف أحاول الانتفاع من خلال خبرتهما في ذلك لكن هذا ليس كافيا قلت سأستعين بالخبرات القائمة في داخل حجرات المجلس المحلي رؤساء للأقسام عاملين وعاملات وسوف أحتاج أن أشتهد نفسيا وذاتيا لصالح عبود على أن يقرأ كثيرا وأن يتواصل كثيرا مع أولئك الذين يفشرون علي بما فيه خير وصالح القرية إن شاء الله كيف ممكن لهم سيد صالح عبود نتعامل موضوع العنف للأسف العنف المستشري في بيوت ومدارس يعني مش بالذات في كثير كرة ومدن عربية دفعت وكل يوم ندفع المجتمع العربي لأسف ثمن باهظ العنف السؤال هو كيف ممكن اليوم نتعامل مع هذا الموضوع هل باعتقادك السلطة المحلية فعلا ممكن تكافح أو تقلص مظاهر العنف في الكرة ومدن العربية باعتقاد ليس الأمر مستحيلا وقد ذكرت ذلك في أكثر من محفل وأنا أنظر إلى مسألة العنف من خلال أسبابه يعني كل مشكلة إذا استطعت أن تشخص سببها ستصبح قادرا وناجعا في قدرتك في أن تقلل من أذى هذه المشكلة أو الآفة آفة العنف ليست موجودة في عيلوت أو في الطيبة أو في باقة فقطية يعني آفة تنتشر وتزداد انتشارا مؤخرا بسبب كثير من الأسباب المتعلقة أيضا بالميول لدى شبابنا وفتياتنا وكبارنا أحيانا فأنا أجد أن المسألة تتعلق أولا وآخرا في المنهج التربوي الذي ينبغي أن يصل إلى أبنائنا وبناتنا وهنا أعتمد اعتمادا بالغا على قضية التربية في المدارس وخارج المدارس ولا أنفي طبعا دور التربية الرياضية فنحن بحاجة إلى تفعيل كل ما يتعلق بالاستثمار الرياضي بدنيا ونفسيا ومجتمعيا كي نغير في قلوب وصدور ونفوس وعقول أبنائنا وبناتنا كثيرا من الأفكار الإلغائية يبدأ العنف يا صديقي حينما أعتقد أني صاحب الحق وأن غيري لا يستحق هذا ولا يستحق غيره إذا استطعنا أن نصل إلى مرحلة نقنع فيها أبنائنا وبناتنا بأن يتقبل الآخر ويحترم الآخر مع اختلافه وخلافه معنا عندها سنستطيع أن نعلو درجة نحو ما يسمى بمفهوم التسامح وهذا ما نحتاجه لكن ذلك أيضا لا يكفي لأنني بحاجة إلى منظومة عملية كي أقنع شبابنا وكبارنا بأهمية التسامح وهنا سأستعين بكادر كامل مؤلف من رجال الدين في القرية وخارج القرية من العاملين الاجتماعيين والأخصائيين أو المتخصصين النفسيين والمتخصصين في مجالات الاجتماعية المختلفة طبعا وبداية ونهاية يبدأ الأمر في المدرسة وينتهي في المدرسة كما قيل إذا استطعت أن تنشئ مدرسة حقيقية فقد أقفلت سجنا حقيقيا نعم نتحدثنا عن موضوع الرياضة باعتبادك اليوم من السلطات المحلية الحالية أو السابقة أو على مر مدى السنين هل أحسنت التعامل مع الشباب والرياضة؟ شو ممكن تقدم أنت في هذا المجال لشباب والأبناء والأهل العلوط؟ أنا قريب نوعا ما من خلال أولئك الذين تعهدوا المشروع الرياضي في السنوات الأخيرة في قريتي أنا أعتقد أن هناك تحسنا ملحوظا في مجال الرياضة والشباب في قرية وهذا يسرني جيدا لكنني أعلم أن الحاجة التي نحتاجها الآن في الوقت الراهن والحاجة القابلة من خلال الجيل القادم تحتاج خطة أشمل وأوسع وأعمق لترسيخ ما يسمى بمفهوم الرياضة لا زلنا مجتمعا عربيا أقولها الآن بقلب يعتصره الوجاع لا زلنا كمجتمع عربي نفتقر إلى الروح الرياضية وهذا ينعكس مؤخرا في كل ما يتعلق بحيز الانتخابات التي طفت من خلالها أو من خلال فترتها مساحة العنف ومساحة الهيجان والشحناء والتي عبرت بصادق القول عن أننا لازلنا بعيدين عن بناء مجتمع رياضي ليست الرياضة يا صديقي مجرد ألعاب كما يفهم البعض وهذا موجع أيضا نحن نفتقر إلى فهم فلسفة الرياضة الرياضة تأتي لتهذب الإنسان روحا قبل جسده وهنا تكمن أهمية التغيير القادم في نظر صالح عبود ينبهي أن نصل بشبابنا في عيلوت وخارجها وفاتياتنا في عيلوت وخارجها إلى درجة تجعلهم يقدسون الرياضة لأنهم يرون فيها صلاة بدنية ونفسية لا تقل أهمية عن أي صلاة يمارسون خلالها جوا روحانيا يجعلهم في منأ عن التفكير العنيف أو المعنف وبشكل عام من خلال تجربتك وعملك في مجال التربية والتعليم تجربة كبيرة كيف حكيت سأل كيف اليوم أنت تقيم جهاز التربية والتعليم من نظرتك ومن تجربتك وشو ممكن أيضا يتقدم في هذا المجال تغير أو تنهض أو تكون في أمور أفضل أنا طبعا معلم ولازلت معلما وأعد طلابي في عيلوت وليسمعوني الآن وأنا سعيد بأنني أقترب يوما بعد يوم من يوم الانتخابات لأنني بعد يوم الانتخابات بيوم واحد سأعود إما للمدرسة معلما ومدرسا كما كنت من قبل وذلك يكفيني فقرا وإما سأعود معتمرا قبعة رئيس المجلس المحلي القادم ومعلما أيضا لأنني تعاهدت يعني حتى لو كنت رئيس لحنا شعر أليم طبعا سأعود إلى المدرسة وقد تعاهدت أمام إخوتي وأخواتي في عيلوت أنني سأخصص يوما مقدسا أسميته مقدسا لأنني أقدس التعليم والتعلم طبعا سأكون فيه منذ الصبيحة قبل الطلاب والمعلمين في المدرسة في أروقة المدرسة في غرف التدريس وفي غرف المعلمين والمعلمات وفي رياض الأطفال وبساتينهم وفي المدارس الابتدائية والعدادية وصولا إلى الثانوية سأعمل مدرسا بين المدرسين وسأعلم وأكون نموذجا صالحا للمعلم الذي يريد أن يغير للأفضل لن أكون رئيسا بعيدا عن المدرسة بل سأكون عاملا مع أولئك الذين سأعتمد عليهم كي يكونوا كلاء التغيير القادمين وأقصد بهم طلابنا الأعزاء أحبابي الطلبة وزملاء وأحباء من المعلمين والمعلمات الذين لا أنظروا إليهم إلا كمن ينظروا إلى سماء ثامنة فهم بنظر وكلاء التغيير القادمين ولو استطعنا في عيلوت وهي رسالة الآن إلى عيلوت كافة بقطع النظر إن كنت رئيسا أم لم أكن ليس هذا مهما بقدر ما يهم صالح بالنسبة للأيام والسنوات القادمة إذا استطعتم أن تزرعوا في معلمين من قريتنا ومن خارجها وكلهم سواء أنكم أنتم تحبونهم وتعطونهم الثقة الكاملة لتدريس أبنائكم وتهذيبهم وتدعمونهم دعما مطلقا عندها سترون منهم العجب العجاب أنا أعرف ذلك يقينيا لأنني على اتصال مع معلمي المدارس في قريتي وأعرف قدراتهم وأماناتهم وصدقهم في عملهم لكنهم يحتاجون تحفيزا كغيرهم من الناس بالتالي أمام ما حكيت في بداية الحديث أنه نوعا ما اليوم علوت يعني نظرة عندها أنه أكثر في شغيلة العمار أو أكثر اشتهرت في العمال التطوير والبناء شو ممكن تقدم الأكاديمي العرب شو ممكن تقدم المنظف العربي شو ممكن تعطي أيضا من ناحية فرص عمل الأبناء ولا هالي علوت هل ممكن الحديث عن تطوير مناطق صناعية هناك منطقة صناعية ضيقة نسبيا وقد تحدث في ذلك كثير من الذين سبقون في هذا البرنامج وسائل المجالس والمشاركين كمرشحين آخرين ويعلم الجميع من قريتي أن المنطقة الصناعية تزدهر لكنها لا تزال غير كافية ولا تلبي حاجات القرية صناعيا وتصنيعيا لذلك أنا سأدخل المجلس المحلي مع التفكير مغير نوعا ما في هذه القضية وفي هذا السياق أعتقد أن أبنائنا وبناتنا الذين خرجوا حتى من دائرة ما يسمى بالمدارس ومجموعة كبيرة منهم لا يدخلون إلى الأكاديميات وهذا يؤسفني كثيرا لقلة ربما لنظرة توجيههم ولربما لبعض النواقص المتعلقة ببعض الوحدات هنا وهناك في مجال البقرود وهي فرصة كي أتوجه لهم الآن أنني إن كنت رئيسا للمجلس المحلي سأقلق منذ اليوم الأول أن أخصص لهم حيزا كي أعيدهم إلى المسار الصحيح لكن أعود إلى قضية التصنيع أنا سأشجع التصنيع في القرية في داخل القرية وأيضا من خلال حيز المنطقة الصناعية وسوف أتعامل من خلال رابطة سأعدها قريبا في القرية رابطة للمقاولين في القرية ولدينا كوكب رائعة من المقاولين الذين أستطيعوا التعويل عليهم كثيرا في مستقبل زاهر نعم بلصف دقيقة رسالة السيد صالح عبود لأبناء والإهالي عيلوت رسالة إلى إخوتي وأخواتي في قرية الغالي عيلوت ممكن تخاطبوا مباشرة إذن توجه إليكم الآن صادقا غير حانث بما أقول لا أقول لكم صوتوا لصالح عبود انظروا إلى قريتكم إلى عيلوت بعد عشرين عام وانظروا إلى أبنائكم وبناتكم واختاروا شخصا يستطيعوا أن يقود القرية في المرحلة القادمة نحو الزهار وطمأنينة ووعي وعلاقة طيبة مع الكتاب فالكتاب هو الذي سيجعل أبنائكم وبناتكم وهم بناتي وأولادي قادرين على أن يعيشوا في زمن غير زماننا فاختاروا الأفضل ولن أكون سعيدا إلا إذا كان كل واحد فيكم قد اختار ما يعود بالخير لقريتنا الغالية علينا جميعا عيلوت والسلام عليكم ورحمة الله وختامها البركات نعم سيد صالح عبود مرشح لرئاسة مجلس محل عيلوت شكرا جزيلا وبالنجاح أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم ابكوا معنا عدنا إليكم أهلا بكم وضيوفنا في الفقرة الثانية لبرنامج ننتخب رئيسا لبلدنا السيد أساف هرئيل مرشح لرئاسة بلدية تل أبيب يافا والمحامي أمير بدران عضو بلدية تل أبيب يافا ومرشح قائمة إحنا البلد أدון אסף שלום لך תודה רבה שתייצנו בהל הטבע תודה שזמנתם مساء الخير سيد أמير بدران שוקרן לחזור רק לקנת בוא הטלפיזיון תחייה תשרוף להם אדון אסף הרל בעצם המומד לראשות העריית תל אביב ספר לנו מי אתה ולמה אתה חושק להיכנס לנעלי ראש העריית תל אביב ולמה אתה חושב שאתה כן מתאים וראוי להיות במעמד הזה אולי מכירים אותי מטלוויזיה אני ב-20 השנה האחרונות עושה טלוויזיה חלק מוכרת, חלק מעשייה מאוד מוכרת מהערוץ 2 סדרות כמו מסודרים, הפרלמנט, שוטטות, מנקופס ומשתיים תוכניות שמאוד הצליחו, זכו בפרסים אחר כך עשיתי בערוץ 10 מונולוגיים אחר כך בעיתון הארץ אני מגיע מהתקשורת אחרי 20 שנות עשייה ואני חושב שהגיע הרגע לעשייה ציבורית בעיקר כי אני חושב שתל אביב חייבת שינוי תל אביב יפו חייבת אלטרנטיבה ערכית מוסרית יותר, חברתית יותר ומכיוון שאף אחד לא ניצב מול חול דעי אנחנו שם שמא, אתה דיברת גם הרבה על, יותר מפעם אחת על עיר אלטרנטיבית ושאתה רוצה לראות תל אביב בסיטואציה אחרת נכון כשאתה אומר עיר אחרת, מה הכוונה? למה אתה מתכוון? תראה, אני, כשאני מסתכל היום תל אביב יפו היא בואה היא מתעסקת רק בעצמה לא מעניין את מה שקורה בישראל ואני חושב שתל אביב יפו יכולה להוביל את התיקון של ישראל להיות מקום הרבה יותר שוויוני להיות מקום של דו-קיום אמיתי לא עוד פעם מקום שדורס את החלש ואת המוחלש וזה לא משנה אם זו הקהילה הערבית או המוחלשים בעיר, דרום העיר, המזרחים המוחלשים העיר דורסת בטח ובטח לאומים אחרים ואני חושב שתל אביב יכולה להיות המקום שבו יתחיל, תתחיל לבנות חברה אחרת צודקת יותר חברה שבה באמת יש מקום לעוד לאום דו-קיום אמיתי ואני חושב שאם זה יתחיל מתל אביב כי בתל אביב יש רוב ליברלי ודמוקרטי זה יכול משם לגדול ולשטוף את ישראל אלווין כן, ס. אמיר בדרן, אני אשרח תחו להקעמת קאמת איך נלבלד יענפי כמותה, חכיתנו קאמת איך נלבלד תחריד לענסורי זה יתגזע מן קانون הקومיית ולذי יהדפ אלה דרב המ�كانה למ�וاطנית לערב في יافا, סؤالי היום, אתם תחוות الانתחابات في קائمة طبعا, מ�ختלתה هل יمكن להם לקעמת אתם תווחד الشارع اليافاوي או תדعم, תאכד דعم من الشارع اليهודי איידא, לאימד תؤمن انت بالشراك العربية اليهودية مثل هذه المواضيع, וכי איך נהיה الشراك العربية اليهودية, ان תסב في مصلحة المواطن العربي, ابن יافا وتل אביב أولا أنا بمثل الجبهة, بمثل الجبهة في יافا وفروعة الأبيب كمان وكتريا أنا عضو سكرتاريا, فالموضوع التحالف بين عرب ويهود بالنسبة لأنه هو مبدئي أضيف إلى ذلك انه في يافا تحديدا لما احنا بدنا نتعامل مع موضوع انه بدنا نضمن يكون فيه ممثل لا يافا في المجلس البلدي ما فيش عندنا مفر غير انه يكون فيه عندنا تحالف أوسع من الشارع اليافاوي وأوسع من الشارع اليافاوي العربي ونتطلع على البعد مع القوات الثانية اللي ممكن احنا نتحالف معها اللي هي بتآمل بمبادئنا اللي من خلالها ممكن نشكل تحالف وسيع بقائمة كبيرة اللي تضمن لا يافا يكون فيه عندها مندوب المجلس البلدي وبالفعل انه القاعمة تبعتنا احنا البلد هي جواب الوحيد اليوم اللي موجود بين كل القوائم المرشحة للمجلس البلدي وهي بالفعل بتوحد الشارع العربي واليهودي لضمان الممثل لا يافا الوضع اليوم في المجلس البلدي للأسف المجلس البلدي الحالي هو انه في 30 عضو مجلس بلدي من تل أبيب واحد فقط من يافا 30 يهود واحد فقط عربي لذلك عشان احنا نحافظ على انه ما نرجع لهاي المعادلة وما نوقع بالخطأ انه ما يكون فيه اصلا ولا اي تمثيل العربي او لا يافا في المجلس البلدي التحالف هذا كان مشروط علينا بما انه المقعد الواحد في تل أبيب يافا لا يقل عن خمسة الاف صوت خمسة الاف صوت لذلك من منطلق مسئولية احنا شفنا انه التحالف اللي هو رد للقوانين العنصرية ورد للحملات العنصرية اللي كانت كمان في يافا وكمان في الرملة واللد وكل المدن المختلطة من قبل الليكود او من قبل البيت اليهودي او كل هدول اللي بيحكوا بتهجم بيحكوا في وضعية ضد العرب نعم شفنا منشورات استفزازية جدا وتحضية على المواطن العرب احنا نقول انتو المشكلة واحنا الحل انتو من يفرق بناتنا واحنا اللي منجيب المحادثة والحوار وبنتحاور مع بعض على مستوى انه في شراكة حقيقية شراكة مبنية على التعامل الصحيح وتعامل المتساوي نعم دون אספר אל כמומד לרשות اريעת תל אביב יפו השאלה שלי עד כמה היום אתה מודע לבעיות למציוקות לשאיפות לרצון של הבוחר לתושב הערבי ביפו בתל אביב עד כמה אתה מחובר למציאות שם מה התוכניות שלך בעצם איך אתה יכול לציום את יפו ממעגל האלימות ויפו כמו הרבה מקומות שאיל מה מחיר כבד לצערנו מחיר של האלימות שגועה במגזר בכלל ובכל המקומות איך תוכל היום להעניק חינוך כשאנחנו עדיין מדברים על זכות ייסוד של הבן אדם לקבל חינוך טוב, נאות וראוי האם אפשר היום גם לפתור את סוגיית משתלטות אנשי הנדלן שבעצם גרמה לסוג של מצוקה ביפו שאנשי הנדלן קונים את הבתים הישנים מאותם אנשים ובונים והיום קשה מאוד לציירים ביפו לקנות בתים יש פה שתי שאלות יש פה שתי שאלות אחד בעיית הנדלן היא בעיה בכל תל אביב בכל תל אביב יפו הנדלניסטים דוחקים את התושבים החוצה תושבים החלשים והמוחלשים זה אותו דבר בדרום תל אביב בכל השכונות באבו כביר וגבעת עמל ובפלורנטין וזה כבר קרה בניווי צדק המלחמה בנדלניסטים היא נכונה לכל העיר ביפו האזנחה גדולה במיוחד ואנחנו באנחנו העיר אני חושב שעצם זה שאמיר מספר שתיים ויש לנו שלושה אנשים בסירייה הראשונה ערבים מיפו זה אומר שהרצון שלנו לשים את יפו ואת הדרום בראש סדר העדיפויות הוא הכי ברור ואחי יצרתי שיכול להיות אנחנו רוצים את התשתיות לתקן לא רק להשקיע בחינוך בתרבות בכל המובנים ודיור לבנות דיור בר השגה כמו שאנחנו רוצים לעשות אותו לתושבים המוחלשים בדרום העיר לעשות גם ליפו אנחנו רוצים שהקהילה הערבית תישאר חלק מתל אביב יפו אנחנו לא רוצים להמשיך לדחוק אותה החוצה אנחנו רוצים לשמור עליהם, ולא רק זה לחזק את הזהות הערבית שלהם. הם לא צריכים לחיות ברחובות שרק על שם רבנים, הרחובות והזהות והתרבות של יפו, צריכות לבוא לידי ביטוי בשמות הרחובות, ובמוסדות התרבות שנקים שם. נعم. سيد אמיר בדלי, אני من חילל עמלאק, כעודו, יפה תלביב, כעודו, ערבו, הוא واحد. שוו סתתעת, כחילל פתר את עמלאק, אתקדם לאבני יפה, עמלאק? مهم جداً נفهم, إنه أنا كنت من خلال وجوודי في المجلس البلדי, واحد في المعارضה, مقابل كل التلاتين الأخرين, اللي حكيت عنهم, أعضاء مجلس بلדי, ولكن كان فيه إنجازات مهمة جداً, اللي البعض منها صار موجود, والبعض الآخر بده متابعة. مهم جداً نذكر ليافة, موضوع التربة والتعليم, يعني أحد الأشياء الأساسية, في موضوعين أساسيات والتربية والتعليم ومشكلة الإسكان هذول الجوهرين اللي لازم نشتغل عليهم الأول إحنا حكينا على إقامة مدرسة أولا عملنا على إقامة مدرسة وهي مدرسة المستقبل ومدرسة ثانوية مشان تعطي أفك جديد للطلاب ومشان تعطي إمكانيات أخرى لأنه يصير في عنا تحصيل علمي أحسن مع شهادة البقرود من جانب تاني بدينا نشتغل مع موضوع مدرسة الإبتدائيات أقمنا أربع مراكز علاجية مدرسية للمدرسة الإبتدائيات وهذه بشرة مهمة جدا 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 مش بس لهذه السنة بل إحنا متأملين أن الأشياء هاي تستمر سنويا وتخلق كمان وظائف شاغلة للوسط العربي اللي بنطقه باللغة الأم في العربية فهي من جانب واحد بالتربية والتعليم وهي هيك يعني بلفته سريعة الإشي الثاني إحنا بنحكي على مكافحة العنف وإحنا بنحاول أن نكافح العنف بعدة إمكانيات الأولى طبعا إذا اتطرقنا لتربية والتعليم فهي مشتقة أولية من موضوع التربية والتعليم ولكن فيه أطر اللي هي أطر بديلية أو مكملة لموضوع المدرسة مثلا إحنا نشتغل على موضوع إقامة ملعبين قرة قدم بالإضافة للملعب الموجود إحنا في عنا 400 ولاد اللي هم من حلقات مستضعفة من عائلات مستضعفة وإحنا بنعمل جدا أنه أطر هاي هي أطر اللي هي مش بس رياضية بحث وهذا هو بل بالفعل في عندها أبعاد اجتماعية أبعاد حضرية اللي ممكن نكون فيها تكون هي إطار حاضن لهدول الأولاد وأنا بتأمل ومتأكد أنه الأطر هاي هي بالفعل بشرة خير وإشي اللي من نمي عمالنا عسبة أنه يتقدم في مجالات تانية على فكرة اللي إحنا بدنا نشتغل عليها حكيت على مشكلة الإسكان في عنا مشروع رهيب رهيب يعني هو مثال لباقي المدن عندنا في البلاد إقامة 200 وحدة سكنية تحديداً لعرب يافا وهذا مشروع صودق هذا مشروع صودق عليه من قبل البلدية قبل شهرين لأول مرة بلدية بتأخذ على نفسها كمان إقامة المشروع فاهمة هي الضغط اللي عملنا من خلال الشارع اليافاوي العربي إنه ما في حال تاني غير إنه نلزم البلدية مع إدارة أراضي إسرائيل إنها توقف بالمسؤولية اللي عليها وتقوم في الحل و 200 وحدة سكنية هذور رحين توزعوا على عرب يافا بالإضافة لخمسين وحدة سكنية اللي رح تروح لمستأجري اللي بسموهم مستأجري خالميش اللي رح يصبحوا ملاكين في بيوتهم بدون ما إنهم يدفعوا ولا أي شكل مع ترميم البيت ومع توسيعه مشروع رهيب جداً مهم جداً رح يمتد على عدة سنوات بالتأمل إنه إنكمل في التجاه هذا إنه هاي هي شغلت لأساسي اللي البلد بحاج إلى نعم, دون אספר אל, שוב כמומד לראשות עריית תל אביב אתה גם סבלת בעצם מחוק הלאום ובעדת הבחירות אף פסלה איתה פתק עליו רשום השם אספר אל בערבית שאלה שלי, מה עשיתם? כיצד נהגתם מול הפסילה הזאת? והשאלה שנייה, עד כמה אתה היום בעצם סולד מחוק הלאום? תראה, הפסילה הזאת, אני חושב שהם יותר שיחקו איתנו בהתחלה, הם אמרו לנו זה פסו לזה הם לא אמרו לנו את זה רשמית, התקשרו, אמרו פסו אני חושב שזה היד מאוד קלה להדק בכל מה שקשור לערבית עכשיו אתה רוצה בערבית? רגע בוא נראה אם זה מותר, לא זה לא חוקי, אתה מתקשר נהיה טיפה רע שישר אמרו בסדר אבל זה מראה את הכיוון הכיוון של חוק הלאום הוא כיוון מסוכן ומאוד מעציב לחברה הישראלית וכשאני מסתכל על תל אביב יפו, אני רואה אותה כמקום שיכול לתת מענה למגמות האלה זאת אומרת, אם הממשלה מחוקקת את חוק הלאום תל אביב יפו יכולה להגיד, לא בתל אביב יפו אצלנו ערבית תישאר שפה רשמית ולא רק זה אצלנו ילמדו בכל בתי הספר ערבית כל התמידים בתל אביב, כמו שבי יפו לומדים עברית בתל אביב ילמדו ערבית זה אני חושב, והמסמכים יהיו בערבית ואתר העירייה יהיה בערבית זה בעיניי לא שיט יד אמיתית לציבור הערבי שהוא עדיין חלק מאוכלוסיית העיר ביפו וצריך לשמור עליו ולתת לו ייצוג ולהראות לו דבר ראשון שרואים אותו שאכפת ממנו, שרוצים להפנות לו תקציבים ולתת לו ביטוי כמו שאנחנו רוצים כלפי שאר האוכלוסיות בעיר כמו שאני חושב שבשלב הבא נצטרך גם לעשות עם הגרי העבודה גם אותם צריך לראות, גם בהם צריך להכיר אנחנו רוצים שתל אביב יפו תהיה הטרוגנית ותקבל לאומים ודתות ואת כל מי שחי בה לקבל, לחבק ולא לנסות למחוק בדיוק ההפך מחוק הלאום כדי להגיע למטרה נחשפת ולמטרה הקדושה של שמירה על מרקם היחסים הטוב ועדין עם הערבים ביפו ותל אביב שאלה שלי, איזה כלים יש בארגז הכלים של אסף הראל? מה אתה הולך לתת? איך תוכל לתמודד על הדבר הזה? איך אתה בעצם יכול לשפר ולשמור את זה ולשמר את היחסים? דבר ראשון אני חושב זה תקציבים ברגע שאתה כראש עיר מעוניין להפנות תקציבים אמיתיים כמו שאתה מפנה לצפון ליפו ולדרום העיר ברגע שאתה רוצה לטפח את התשתיות, להשקיע ולתת את אותה מוסדות חינוך ואותה מוסדות תרבות ברגע שאתה עושה שוויון ביחס הכלכלי אז יתחיל גם השוויון החברתי כרגע יפו לאורך כל השנים מוזנחת היא לא זוכה, הרחובות לא זוכים את התשתיות מלוכלך שם, לא משקיעים, אין צמחייה, אין השקעה ואנחנו מתכננים בפעם הראשונה לתת שוויון אמיתי ליפו ולדרום העיר כמו מרקה מקצת פגו אית תפון נמי סייד אבים ב�דרון, אמית קצת הראשונה זאת deep וע Inside כל נקחת ראשונה היפ IOF איך איך כך وذكرتها أنت أكثر من المرة طبعا. سؤالي شو راح تكون خطط العملك المستقبلي؟ شو ممكن تقدم؟ شو راح تقدم لأبناء أهالي يافا؟ أولاً إحنا بدنا نقول بكفي تهميش ليافا. يعني نبدأ بالشغلة هاي لأنه إحنا بدنا نوضع سياسة مختلفة اللي بتشوف إنه الحلقات المستضعفة مهم جداً تعزيزها. والبلد هي مش بلد للسياح زي ما بوصفها رئيس البلدية الحالي عشرين سنة صلى بشترة عليها بقول هاي عير علام بلد للعالم بقول هاي للسياح احنا بنقول إنه البلد أول إشي والبلدية لازم تخدم سكانها. يعني نبدأ مع السكان اللي اليوم أصبحوا يعني مش مبينين البلدية احنا مش موجودين أصلاً على سلم أولوياتها ومش موجودين بجدول البحث. لذلك بإكفي تهميش بدنا نشتغل على أول إشي نوقف كمان إبعاد السكان الأصليين لصالح رؤوس الأموال اللي بالفعل صالها بتشتغل وتشتغل وتشتغل ضدنا في البلد وإحنا أصبحنا يعني منندفش لبرة. وهاي شغلة خطيرة بدنا مجبورين إنه إحنا نبنعها. وبنشتغل عليها في عدة اتجاهات وبنشتغل كمان إقبالها على تكملة الأشياء اللي بعدنا ما لحقنا نشتغل عليها في الدورة هاي. بالمعنى عنا حل مشاكل المواصلات العامة. المواصلات العامة بالنسبة لإلنا بالنسبة لسكاننا هذا إشي أساسي. مش كل واحد في عنده القدرة إنه يكون في عنده سيارته الخاصة. وعلى فكرة السيارات الخاصة اليوم في مدن زي يافا وتل أبيب مش محبث فيها يعني. بتخلق أزمة بتخلق تلوث جوي وإلى آخرهم. لذلك إحنا شايفين إنه الموضوع هذا أولاً مشان يقدم الطبقة الأساسية والعامة اللي إحنا عنا إياها كسكان عرب ققلية في يافا. مهم جداً إنه نشتغل على الموضوع هذا لأنه كان فيه إهمال رهيب. هاي واحد. اثنين البنية التحتية. إحنا منعاني من مشاكل البنية التحتية وإهمال على طول السنين يعني أكثر من ستين وسبعين سنة. كان فيه إهمال مقصود ومتعمد من قبل البلدية على شتة رؤساء البلديات اللي كانوا كسياسة تهويلي للمنطقة. وكإبعاد وإبعاد الناس عشانهم ييأسوا ويرحلوا. فإحنا بدنا نشتغل على موضوع البنية التحتية. إضافة لذلك بدنا نحكي كمان على البشر بدناش نحكي بس على الأسفلتات وعلى الشوارع وعلى كذا. إحنا في عنا شبيبة مجتمعنا هو مجتمع شاب. والشبيبة مهملة جدا إن كان من خلال الميزانيات اللي اتطرق لإلها قبل بشوي أساف. ومن خلال الكشفات اللي يعني بأخذوا ميزانيات اللي هي يعني لا تضاهي عشرة في المئة من شو بأخذوا في تلقبيب على نفس الفعاليات. على العكس إحنا عنا مرشدين اللي بتطوعوا. وبدل ما إنهم يأخذوا المصاري بالشغل اللي بيساوه لصالح المجتمع بلاقوا حالهم إنه ما فيش عندهم منح لأنه التطوع تبعهم مش معترف فيه. فإحنا بنحكي على إنه فيه تعزيز لازم يكون للشبيبة بكامل الشرائح اللي هي كمان من ناحية كشفات كمان من ناحية نوادي كمان من ناحية شبيبة. وأنا بدي أحكي على موضوع تعزيز اللغة العربية. تعزيز اللغة العربية بالذات في الحيز العام هي نقطة أساسية بالنسبة لإلنا. لأنه اللغة هي مش بس إمكانية التواصل بين الناس. اللغة هي كمان تقافي. اللغة هي تربية وتعليم. اللغة هي موسيقى. اللغة هي إعياد. فأنا بآمن جدا إنه من خلال المشاريع التانية اللي اشتغلنا عليها وبننكمل عليها. ها هي الشغلات اللي لازم نعززها. والليوم من خلال أساف هارئيل برأس البلدية هاي رح نقدر نحصلها. أساف هارئيل الشئلة بشوتة وكثرة. لما أساف هارئيل לראשות עריית תל אביב ולא מישהו אחר? تראה כרגע בעצם... אחר הערבית. כן. תראה, אני חושב ש... אתה יכול לראות... עצם זה שהרשימה שלנו מורכבת. מ... אחוז כל כך גדול של ערבים יפו. זה מראה שזה באמת מה שאנחנו רוצים לעשות. אין... לא אצל חודאי ולא אצל אסף זמיר. אין להם בכלל נציגות. אז אנחנו יכולים לדבר על זה. אבל אם אין לך נציג... אפילו המינימום שנציג ערבים יפו. אצלנו יש שלושה בעשרה הראשונה. זה אומר שאתה סתם. שזה לא באמת מעניין אותך. ואנחנו באמת... גם אנשים מכירים אותם. אני חושבים. מכירים את הדעות שלי בשלוש שנים האחרונות. יש לי קול מאוד ברור על החברה הישראלית ועל החשיבות של החברה הערבית בה. לא הגעתי משום מקום. יודעים מה הדעות שלי. ואני חושב שאפשר להאמין לי שאני רוצה תיקון חברתי אמיתי. ואני חושב שהדרך של לעשות משהו משמעותי ביפו הוא לחבור. לחבור לדרום תל אביב. לחבור למרכז העיר. כי אמיר היה חבר מועצה אחד. מה הוא יכול לעשות לבד? אבל אם אחר אנחנו נהיה ארבעה או חמישה במועצה זו כבר שיעה שיכולה לשנות מציאות ביפו. ולכן אנחנו מנסים לחזק ולהביא את כל האנשים שבמקום שיערוצו לבד שיערוצו בקוח אחד גדול. כי כוח גדול יש לו סיקוי לעשות שינוי. נסף דקיקה. المحام אמיר, רسالתك לאבנה או להליאפה. תלאביב. Rakgya حسابك أنه مهم جداً الصوت يوصل لمحل اللي بالفعل يضمن أنه يكون فيه ممثل ليافا في المجلس البلدي اتنين بدي أحكي على نقطتين أساسيات مقبر الطاصو والصيادين وميناء يافا هم مشكلتين اللي بعد ما ما انتهى الحل بالنسبة لإلهم بدأنا فيهم بالدورة اللي فاتت مجبورين نكمل أنه ندعم القضية هاي في الدورة الجاي. نعم. أستغفر الممارد رشترة إعيات تلبيب يأفوت وضاربا شهيتين سلينو. محمد المدران شكراً جزيلاً وبالنجاح. شكراً أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم ابكوا معنا. عدنا إليكم أهلاً بكم وضيوفنا في الفقرة الثالثة لبرنامج ننتخب رئيسي لبدنا سيد نزار كنعني مرشح لرئاسة بلدية عرابة والسيد عبد الرحمن ماضي مرشح لعضوية بلدية عرابي قائمة عرابي بلدنا. مساء الخير شكراً لحضوركم لقناة وتلفزيون هلا نبدأ مع السيد نزار كنعني المرشح للرئاسي قدرات ومؤهلات ولماذا يستحق ثقة الناخبين أبناء مدينة عرابي في البداية مساء الخير إليك ولجميع القائمين على هذا البرنامج الشيق وجميع القائمين على تلفزيون هلا. شكراً طبعاً أنا نزار كنعني خلصت مدرسة الثانوية في عرابي أعملت كصحافي في البداية وكيل تأمين في سنة التسعين سفرت عشة عشر سنين خارج البلاد في فرنسا تعلمت صحفي ووكيل سياحة وأنا الآن صاحب شركة سياحية نعم والسيد عبد الرحمن ماضي مرشح للعضوية كدرات ومؤهلات لماذا تستحق ثقة الناخبين في عرابي عبد الرحمن ماضي أكملت الثانوية في المدرسة الثانوية عرابي وانتقل لدرسة خارج البلاد أنهيت التعليم الجامعي وأنا دكتور سنان اليوم في عندي عيادة في البلد في عرابي نعم سيدة نزار كناني كمرشح لبلدية عرابي كيف تخاطب اليوم الناخبين جميع أهالي عرابي كمرشح لجميع أهالي عرابي بعيدا عن العائلية بعيدا عن الأحمالية أول شيء أنا طبعا مرشح غير عائلة مضبوط أنتمي لعائلة كبيرة هي عرابي وأنتمي لعائلة الصغيرة هي عائلة كناني وأنا انطلقت في ترشيحي من منطلق مرشح غير عائلة مرشح لعرابي اللي هي العائلة الكبيرة نعم هل تلمس اليوم يعني أنه فيه مساندي هل تلمس أنه فيه قاعدة فيه دعم من كبال كوى شبابية ومن كبال العائلات مختلفة العائلات طبعا أنا كنت في السابق قائم بعمال رئيس بلدية عرابي مدة سنتين ونصف كنت عضو مجلس محل سنتين ونصف عضو بلدية سنتين ونصف طبعا خلال عملك قائم بعمال رئيس بلدية كنت صاحب صلاحيات مفتوحة تعاملت مع جميع المواطنين متواصل دائما مع جميع المواطنين قمت بإعطاء الخدمات والخدمة لجميع المواطنين بدون النظر للعائلية أو للحزبية ولذلك أبقيت على التواصلي الدائم مع جميع المواطنين في عرابي ومن هذا المنطلق أنا طبعا طرحت نفسي كمرشح رئاسي وعندي استقطاب طبعا من عائلتي الصغيرة هي الحي اللي أنا أسكن فيه الكناني اللي يعده ألفين صوت طبعا ولكن طبعا عندي نسبة من الدعم من عائلتي وأنا متواصل دائما مع جميع الشرائح العائلات في عرابي ويوجد دعم من جميع الشرائح العائلات في الدعم غير علاقتي الدائمة مع جيل الشباب وعملي مع جيل الشباب في عرابي وطبعا عندي دعم دائم من الجيل الصائد الذي يتق بي كمرشح للرئاسي في هذه الفترة سيدة أبرحمن ماضي ممكن اليوم نصل لدرجة وعي أو للوعي الكافي أن نختار أفضل القيادات أجدر القيادات بعيدا عن العائلية والحمالية هل ممكن نوصل هذه المعادلة؟ ما دفعني إلى قائمة عرابي بلدي بأنها قائمة غير سياسية وغير حزبية وغير عائلية على سبيل المثال أنا المرشح الثاني في قائمة عرابي بلدي وعدد أصوات عائلتي يتجاوز لخمسين صوت فلهذا السبب نحن نؤمن بأننا قادرون على التغيير هناك نحن لا ننكر العمل الذي قام به الرؤساء السابقين ونحن نريد أن نأتي بالنهج الجديد هو الإتقان العمل إن المرشحين الصادقين قاموا في العمل البلدي ونبارك لهم في هذا العمل ونحن أتينا وسنأتي بالنهج الجديد هو إتقان العمل أي أن نعمل وأن نقن العمل نعم سيدي أنزار كان لما متحدث عن التغيير وكثيراً مسمع مصطلح التغيير وكلمات التغيير سؤالي عن أي تغيير متحدث اليوم في العرابي شو ممكن نغير أو شو ممكن نطور أنا طبعاً عندما أتحدث عن التغيير وطرحة قضية التغيير هي التغيير في النهج وليس في الأشخاص بشكل عام طبعاً النهج المتبع في البلدية السابقة أو المجالس السابقة من قضية التعامل مع المشاريع في إنهاء البدء بالمشاريع وإنهاء المشاريع ضخ الميزانيات المستحقة لكل مشروع في مكانها قضية التعامل مع المواطن والتواصل مع المواطن وحل قضايا المواطن هذه من أهم الأمور التي أؤمن فيها بالتغيير وعملية الفصل داخل الأقسام أو العمل على هيكلة الأقسام في البلدية لدينا في عرابي طبعا البلدية في عرابي تعاني كثير من قلة الموظفين المهنيين داخل البلدية وطبعا الرئيس السابقين أو الرئيس الحالي لم يعمل على هذه النقطة المهمة والأساسية في إنتاج البلدية اليوم حتى تنتج ضخ مهنيين جدد إلى الأقسام داخل البلدية حدث عن طاقم مهني طبعا وأقسام مهني في الروح حدث عن طاقم مهني وضخ مهنيين جدد وتوسيع الأقسام داخل البلدية من أجل النهوض في عرابي إذا ما تحدثت اليوم سيدي زاركناني عن الكدرات والمؤهلات لازم تكون عند رئيس السلطة محلية ناجح باعتقادك اليوم في ظل الحاجة للكثير من المهنية من جهة تجنيد الميزانيات والنهوض في المشاريع المختلفة خاصة في ظل الخطة ساعة 2-2 أو كثير الأقسام اللي بحاجة لهم كثير مهنية شو أهم القدرات؟ شو أهم الكفاءات؟ لازم تكون عند رئيس السلطة محلية ناجح أهم القدرات عند رئيس البلدية حتى يكون ناجح أن يكون صاحب انتماء لبلده هذه نقطة رئيسية كل رئيس عنده انتماء لبلده وحب لبلده يعمل من منطلق مهني النقطة الثانية أن رئيس البلدية يجب أن يكون صاحب قدرات مهنية طبعا عنده شخصية يقدر يكون في السيطرة على الأقسام أو تفعيل الأقسام بشكل مهني جلب الميزانيات اللي لازم يكون عنده نفوذ واسعة في الوزرات جلب الميزانيات وضخ الميزانيات ومتابعة وإنهاء المشاريع البدء في المشاريع وإنهاءها وطبعا طرح المشاريع من منطلق مهني في المناقصات وعدم تسييس العمل البلدي وعدم تسييس المشاريع وعدم وضع المشاريع لناس مقربين أو ما يعملش من منطلق عائلي أو منطلق سياسي وينظر بعين واحدة إلى جميع المواطنين التزام المصداقية والشفافية التزام المصداقية طبعا الحديث عن المصداقية والشفافية والعمل المهني أن يكون رئيس البلدية صاحب أفق واسع ويعمل من منطلق مهني وليس من منطلق عائلي أو منطلق سياسي ويعطي للمواطن حقه نعم سيد عبد الرحمن ماضي شو أكثر الأمور اللي بتعاني منها اليوم البلد العرابي وشو رح يكون على سلم أولياتكم وسلم عملكم بعد أن تجالسنا وتدولنا بيننا خطة عمل وما هو برنامج العمل الذي سنقوم به لأجل المصلحة العامة ومصلحة كل فرد في عرابة نعم هناك بعض الأمور العالقة مثل بناء استاديون بناء ملعب عصري يليق بمدينة عرابي ومعروف بأن الكرة القدم والفريق القديم في عرابي كان له باع واسع في الرياضة في هذه البلاد فنحن ببرمان مجنى العملي سنقوم بدق وطرق الأبواب لجميع المؤسسات والإدارات التي تدعم لجلب هذه الميزانيات للقيام ببناء استاديون عصري ودعم فريق كرة القدم موجود بعرابي وكذلك ليست فقط فريق كرة القدم فهناك بعض الفرق مثل بنات كرة قدم وفرق لكرة السل وسنعمل على بناء مدرسة للأطفال مدرسة لتعليم كرة القدم في مدربين مهنيين ولا ينقص بلدنا الكادر والأكفاء في هذا المجال من حيث المراكز الجماهرية اليوم في عربي لأي مدى المراكز الجماهرية فعالة اليوم على سبيل المثال هناك عدة مراكز ثقافية موجودة في عربي سنعمل على إعادة هيكلة هذه القاعات وتوسيعها وبناء برنامج عمل يضمن ويخدم جميع شرائح المجتمع الموجودة في عربي سنعمل على فعليات لا منهجية على مدار السنة كاملة سيد نزارك بنفس الموضوع هل بعتقدت لك السلطات الحالية والسابقة أحسنت التعامل مع الشباب في موضوع كلما يتعلك موضوع رياضة والشباب شو ممكن تقدم في هذا الموضوع الشباب والرياضة طبعا أنا أجيت من مجال الرياضة كنت لعب كرة قدم حارس مرمى عملت طبعا على بناء مدرسة كرة قدم في السابق وشباب وشبيبة طبعا طبعا كانوا مسجلين في الاتحاد العام لكرة القدم حتى دخولي إلى البلدية وطبعا بنيت فريق درجة وصلت درجة الأولى خلال وجوده مع الفريق قبل دخولي إلى البلدية للأسف أن بعض رؤساء المجالس والبلديات يعملون مع فرق الرياضة كدعاية وسيسوا عملوا على تسيس فرق كرة القدم في البلد وهذا أدى إلى تفكيك فريق كرة القدم لأن الرئيس الحالي يكون من عائلة أو من حزب معين يعمل مع الفريق ممنطلق حزبي أو ممنطلق عائلي والرئيس المنبعد طبعا يضع إدارة من جانبه فبالتالي راح نقدم إلى الموضوع طبعا إحنا رايحين نقدم في الرياضة عنا قسم رياضة جدا ناجح ومدير قسم رياضة جدا نشيد وطبعا إنا ثلاث قاعات رياضيات أنا خلال عملي كقائم بعمل رئيس بلدية عملت مع رئيس قسم الرياضة على جلب طبعا ثلاث قاعات رياضيات بنيت واحد في فترة واحد الآن عم تبنى وفي طبعا قاعة رياضية ثانية سوف أقوم في العمل على استكمال ملعب كرة القدم الذي بدأنا بتخطيطه في الفترة السابقة مع الرئيس السابق وحاليا هو قيد التنفيذ العمل قيد التنفيذ وسنعمل على طبعا إنها العمل في الملعب أو الاستاذ الرياضي وسنعمل على عدم تسييس كرة القدم في عرابي وأعطائها للجان أو مهنيين غير المسيسين حتى نقوم بقبضة نوعية في موضوع الرياضة نعم السيد عبد الرحمن الماضي متحدث عن موضوع العنف العنف المستشري في جميع وأغلب الكرة والمدن العربية وكل بلد تدفع ثمن هذا الشيء وطبعا وبات العنف يعني يقبل قسمي على كل بلد أو كل إنسان أو كل مواطن في كل وقت وكل زمن للأسف سؤال كيف ممكن من خلال العملك تتعامل مع هذا الموضوع هل ممكن للسلطة المحلية عند الكدرات عند العليات أن يتخفض منسوب العنف في الكرة والمدن العربية أنا حسب رأي أدعو الرئيس الذي سيوفوس بالانتخابات أن يعمل على تشغيل الشباب لأنه في الوقت الذي هناك في انشغال للشباب في انشغال فعاليات المناجية أو في تنظيم دوري دوري أحرارة كرة قدم مثلا للشباب في هاي للتآخي والمحبة هذا يشغل الشباب عن كل العنف وكل الشغلات التي يكون هناك وقت فراغ يجب أن نشغل هذا الفراغ بفعاليات المناجية تفعيل الأطر الشبابية بفعاليات المناجية هذا يؤدي إلى تخفيض مية في المية إذا بدنا شغل مية في المية يؤدي تخفيض نسبة العنف وكذلك سنعمل على بناء الإنسان ما معنا بناء الإنسان سنعمل على بناء الإنسان ما هي الواجبات الملقى عليه وما هي الحقوق حقوقه نعم سيد زارك نعني كيف اليوم تكيم جهاز التربية التعليم في عرابي شو ممكن تقدم لهذا الجهاز اليوم طبعا جهازه جهاز التعليم في عرابي عرابي معروفة طبعا في تخرج الطلاب الجمعيين وبلد الأطباء عرابي طبعا نحن نفخر فيها بها على صعيد محلي هي الأولى في تخريج الطلاب الطب وعالميا حتى عالميا جهاز التعليم ينقص الكثير من ضخ المشاريع الغير منهجية في جهاز التعليم حتى نقضي على قضية العنف لأن قضية العنف التي تكلمنا زميلة الدكتور هي تنتج عن عدم بناء الإنسان من صغره وإدخال البرامج اللامنهجية بشكل مكتب لجهاز التعليم طبعا نحن كبلدية حاليا قسم المعارف هو قسم مبني على رئيس قسم فقط لا يوجد موظفين في هذا القسم يجب العمل على الضخم مهنيين جدد وتوسيع قسم المعارف حتى ينهض ننهض بشكل جيد في الجهاز التعليمي في عربي وإذا ما يتحدث عن الأكاديمي والموظف العربي في عربي ما يمكن تكديم المواطن أو الموظف والأكاديمي العربي من عربي في كل ما يتعلك موضوع فرص التشغيل فرص التشغيل طبعا أنا طرحت في برنامجي في قضية فرص فرص العمل وهذه من سلم الأولويات العمل على استيعاب رجال أعمال محليين وخارجيين في بناء مشاريع ضخمة في عربي مثل جامعات وما شبه وما شبه ذلك لرفع اقتصاد عربي لأن عربي معروفة هي في السلم أوطى السلم السلم الاقتصادي وعندنا طبعا كثير من الموظفين عاطلين عن العمال وهذه الخطة في استيعاب رجال أعمال يقوموا ببناء مشاريع والبلدية تتعاون طبعا معهم لتسهيل بناء هذه المشاريع في عربي إن كان رجل أعمال محلي أو رجل أعمال مثل ما ذكرت من خارج عربي فسح المجال لهم في بناء مشاريع داخل عربي لاستعاب جميع العاملين أو كموظفين كل في مجاله في هذه المشاريع نعم سيد عبد الرحمن الماضي بما أنه في فترة الانتخابات وفترة جدا حساسية ومع اقتراب لفترة الانتخابات وبدء العدد التنازلي ممكن تزيد للأسف أعمال العنف أو المناكفات والاحتكاكات سواء لأي مدى تعكفون على تهدئة الأمور شو رسالتك في هذا الموضوع وهل ممكن للمرشحين أن يخفضوا منسوب العنف خاصة في فترة الانتخابات رسالتي للشباب ولكل المواطنين في عربي الحفاظ على النسيج الاجتماعي الحفاظ على التواصل التواصل والحفاظ على النسيج الوطن الاجتماعي أن تكون انتخابات نزيهة انتخابات شفافة احترام كل مننا يحترم الرأي الآخر هناك سبع مرشحين لبلدية عربي جميعهم من أهالي من أهالي البلد هذا البلد الطيب وتربطنا مع الجميع علاقات طيبة نحترم لابد يعني احنا قائمتنا لابد أن نخطب أو أن على منصة الاجتماعات أن نسيء إلى أي مرشح جميعهم أبناء عربي في نهاية المطاف عربي ستفرز مرشح ابن هذا البلد نحن نقبل الديمقراطية ونؤامل بالديمقراطية وسنقوم أول المبادرين إذا ملاحل لم يحالف ضد الحظ سنكون أول المبادرين بالمباركة للرئيس الذي أختيره ونتمنى له حياة موفقة وأن يعمل وأن يقوم على العمل البلدي والتطور والدفع بعربي إلى الأمام نعم وبالتالي سيدي كانت رسالتك لأبناء والأهالي العربي طبعا رسالتي إلى أهل بلدي أنا طبعا أتمنى لهم أن يتعاملوا مع الحملة الانتخابية بشكل بشكل لبق وأن لا يتعرضوا أو يلاحقوا أي أي كتابة من خلال منشورات المسيئة أو شبكة التواصل الاجتماعي وأنا طبعا أنشدهم أن لا يضيعوا بأصواتهم ويختارون من يروا به مناسب أن يقود بلدية عرابة وأن ينهض بعرابة إلى الأفضل نعم السيد نزار كناني مرشح لرئاسة بلدية عرابة والسيد عبد الرحمن مرشح للعضوية شكرا جزيلا لحضوركم ونتمنى لكم النجاح شكرا للطاقين شكرا لكم على الاستضافة تحيات شكرا فصل قصير ونعود إليكم ابكوا معنا عدنا إليكم أهلا بكم وضيفنا في الفقرة الأخيرة لبرنامج ننتخب رئيسا لبردنا الشيخ عبد الواسط سلامي رئيس بلدية كولنسا ومرشح لرئاسة البلدية شيخ عبد الواسط سلامي مساء الخير شكرا لحضورك لقناة وتلفزيون هلا مساء الخير أخفائي فخير وشكرا لإستدعائكم واستضافتي في برنامجكم برنامج هلا نعم بداية حديثنا الشيخ عبد الواسط سلامي لماذا يستحق ثقة وأبناء كلا نسوي من جديد أولا مرة أخرى مساء الخير لك ولجميع المشاهدين كل كل شخص يرى بنفسه أنه ملائم لمنصب رئاسة البلدية وأنا بكوني رئيس حالي وقد عملته فترة خمس سنوات كرئيس وخمس سنوات كعضو بلدية كانت كافية لكي تعطي المواطن والناخب أن يختار ويكرر هل هذا الرئيس يستحك أو لا يستحك نعم بالتالي اليوم هل تستطيع أنك تخاطب جميع أهالي كرنسوي كمرشح لجميع أهالي كرنسوي يعني اليوم أكثر التصويتات للأسف هي عائلية وحمالية سؤال هو الشيخ عبدالباصل اليوم سلامي كيف يخاطب جميع أهالي كرنسوي كمرشح وكرئيس لجميع أهالي كرنسوي ذكرت نقطة مهمة جدا كثرة المرشحين سبعة مرشحين للرئاسة فئة لا بأس بها لا تنتمي لا لعائلة ولا لأهداف ولا لأغراط بل همها همها الشاغر هو مصلحة بلدها فأنا أخاطب الكلوب والنفوس أنا لا أعد لا أصوات ولا أجسام بل أخاطب الدهون والعقول والضمائر لأنه رئيس بلدية ليس مفهوم ضمنا مفهوم رئيس البلدية عند الكثير وكأنه منصب لكن في تصوري وفي رأيي هذا ليس منصب وحقيقة عندنا في الوسط العربي وخصوصا في بلدية كرنسوي الرئيس يجب أن يكون خادم الجميع نعم ومن خلال عملك الشيخ عبدالباصل الإسلامي شو كانت أهم إنجازاتك في خلال فترة عملك لمدة خمس سنوات كرئيس بلدية كرنسوي حقيقة أخي فاخر أصدرت كتيب منذ فترة كصيرة نعم وشهده الجميع لا أستطيع أهم الإنجازات أهم الإنجازات كان فيه مشاريع عديدة بنايات روضات اللي عنينا منذ سنين طويلة كان كل الروضات والحضنات مستأجرة تحت البيوت فيه ظروف كاسية جدا منذ أن تسلبت خمس سنوات كنت ببناء ما يقارب ثلاثة وعشرين روضة منها في في قد شغلناها الآن فيها طلاب وفيها أولادنا منها تبنى ومنها في مناقصات فهذا كان عمل جبار جدا كنت ببناء مدرسة ثانوية فرع ثاني وكنت ببناء مدرسة ابتدائية في الراشدية وفي مدرسة شمالية البلدة التي حررناها من الشركات ليس ببعيد كانت تسمى توماشين كمنا بتعبيد شوارع عديدة جدا في أرجاء البلدة كمت ببناء مبنى للصم البكم كمت بترميم بيت المسن سيفتح عما قريب كمت ببناء طاب كيلنا الشغول الاجتماعية كمت ببناء حضاني يومي ما يسمى معاون يوم خصصت قطعتين أرض لبيوت الأجر اللي كانت دائما الناس ما فيش مكان بفصل الصيف أو الشتاء كانت بالإغلاق الشوارع هذا جدا مهم طبعا بنيت في سواعد وفي تبرع الشباب وأهل البلد وأهل الخير إنما كما ذكر البعض إنهم منذ عشرين عام يطالبوا فيه تخصيص أرض ولم ينجح أحد ولكني خصصتها هناك أيضا عملنا على الإضاءة من غير في كل فترة في منطقة معينة حسب الميزينيات المرصودة إن في جهاز التربي والتعليم أيضا كنا مشوار طويل لا بأس به رح نترك لجهاز التربي تعليم سؤالي في أحد عملنا حديقة جديدة تكلفة ما يقارب أربع مليون شيكل متنزه أو بارك بما يسمى اللي بضمه كثير كان مشروع جيد اللي بضب أو بحوي كثير من الأولاد والعائلات اللي بتتوافد هناك فالحمد الله رب العالمين هذا على جناح السرعة ما حضرنا الآن نعم إذا ما تحدث عن أحد الأمور الحارقة للأسف في الوسط العربي لموضوع الأرض والمسكان أمام سياسة تهميش واضحة وسياسة تمييز واضحة سؤالي شو استطعت تقدم في هذا الموضوع وكيف ممكن تقدم في هذا الموضوع الحارقة حقيقة قضية الأراضي والمسكن والمأوى قضية مركزية في الوسط العربي جميع أولا نفتكر إلى الأراضي العامة أراضي ضئيلة جدا تعرف نسبة 40% من كل الأرض نستغل منها الكثير استغلينا لبناء المشاريع اللي حديتها أنا والمؤسسات في جميع المدن والكرة المجاورة يوجد هناك أرض ما تسوى أرض ما تسمى أرض دولي كلانسوي الوحيدة تفتكر لأرض الدولي كل أرض الدولي توجد في منطقة ليفاشرون من المنطقة الشمالية والغربية والجنوبية هي خارج منطقة نفوذ كلانسوي مما يتعذر علينا استغلالها كمنا بترخيص الكثير والعديد من البيوت بالخرائط المفصلة كانت أمور عالكة أكثر من 15 سنة للأسف الشديد الخارطة الهيكلية التي أعدت قبل عشرين عام وكما تعلم أخي فاخر تعد لكل بلد الكثير بعرفش كيف الأمور بتصير في البلدية كثير كثير من المواطنين اللي بتحدث معهم بس كل اللي كان معهم حقيقة بفهم من أسئلتهم من الأجوبة إنهم بعرفوش كيف البلدية بتصير كيف الرئيس بشتغل كيف مهامه كيف بتوجه للوزارة كيف المصارات في الوزارة البروكراتية الموجودة توضع على ملفات الوزارة الخرائط سنين طويلة منها خمسة سنوات منها عشرة فالخرطة الهيكلية التي أعدت قبل عشرين عام هي كانت مجحفة كانت ظالمة لم تفي حتى إنها ما اتطركتش لا لملعب ولا لمكبرة وكان في اعتراضات أكثر من ألفين اعتراض من المواطنين اللي انتهن العشرين عام قبل عشرين عام اللي كان عمره عشر سنوات اليوم عمره ثلاثين اللي كان عمره عشر اليوم عمره أربعين نعم فجأة صحي الجميع بدون مسكن بدون أريض أغلب أراضي كلنسة وهي أراضي زراعية فبفعل أمام هذا الواقع فيه نقاط فيه آليات عمل نعم الآن إحنا بصدد تجهيز خارطة هي كليل ألفين واربعين وأنا جاهز واستعنت بخبراء ومهندسين على رأسهم يكف لبروفيسور راسم خميسي وقد عمل حقيقة تمشيط لكل كلنسوي وطلع بكرارات وإحنا قدمنا وتوجهنا لوزارة الداخلية وقاموا بجلسة لجنة الحدود ما تسمى بعداتك بلود طلبنا الأرض الدولي اللي خارج من منطقة نفوذ مدينة كلنسوي من الغرب وقد أصدر قرار وزير الداخلية بإقصاء 254 دنم في هناك جلسات كانت الجلسة قبل ثلاث سنوات ونحن في مراحل متقدمة جدا ننتظر الوزير بعد ما أجو وجلسنا جلسات عديدة وأجا وفت من وزارة الداخلية ظار البلد واتمع عنها اعملنا جولة في جميع أرجاء البلدة وطرحنا معاناتنا ونحن بصدد قرار الوزير وإذا الوزير قرر وصادك على هذه سوف تحل مشاكل كلنسوي من جهة نحن عن إضافة يعني إضافة نعم 244 نعم والبناء الغير مرخص نعم البناء الغير مرخص في مشكلة مشكلة جدا عالكة احنا طالبنا أنا وزملاء الرؤساء جميعهم إيجاد الحلول للبناء الغير مرخص الموجود والبيوت اللي بده يبني سنكون إحنا بالمرصاد لكن على القليل وإحنا نعاني مدينة كلنسوي أكثر البلدان المظلومة من ناحية قرارات الهدم اللي موجودة يعني كانت قبل سنتين متزرة 11 ربيت واليوم في 13 مهددات للأسف الشديد وضف على ذلك قانون كامنس الذي أخصه وعده خصوصا للعرب اليوم بيجي هدوا دار يهدموا بيت لا بدهم قرار محكمي ولا بدهم قرار رئيس بيباغتونا حتى حتى إحنا بكونش معنا المجال إنه نكون جاهزين فيه عندنا منطقة اللي على المحق الآن هي تقع في منطقة نفوذ مدينة الطيبة إلا إنه جميع سكانها منك لنسوي نعم حتى ولو إحنا لا سواء طيبي أو طير أو مثلث أو جليل على أو أسفل هدم البيت هدم إنسان ومعروف أخي فاخر واللي تعلم أنت ويعلم جميع من يستمع أن سياسة الهدم هي ليست سياسة هدم بيوت بل سياسة ترحيل وتهجير وظلم وعنفوان هذا متفكين عليه جميعهم أنا أرى في المستقبل وعندما يتم تجهيز الخرط الهيكلية حتى عام الفين واربعين ستكون هناك حلول يعني للناس اللي عندهم مناطق زراعية شمالية البلد أو غربيها أو جنوبها أو شرقها بيبكى عنا الناس اللي لا يملك متر أرد نعم دعنا تكون معك عفواً لموضوع التربية والتعليم السؤالي كيف اليوم بتقيم جهاز التربية والتعليم فقال أن سويه شو استطعتوا تقدمه لجهاز التربية والتعليم في مدينة قلنسوي الجهاز التربية والتعليم اليوم في تقييمي وتقديري في وضع جداً جداً ممتاز يشهد أولاً الناس في جميع المدارس من مدراء من معلمين يشهد الموظفين في كسم التربية والتعليم استطعنا أن ننجز الكثير من الأشياء أنا في عندي أنا حقيقة تسألني وأنا بجاوب ما فيش عندي مجال اللي أقرأ لك إياهن كله لكن في مجال التربية والتعليم كان هناك فيما يقارب العشرين بند اللي أنا سجلت من خلال خمسة دكائك اللي حاضراتني إنجازات عينية اللي كانت على أدواك من ناحية التحصيل من ناحية البنية التحتيية على سبيل المثال من ناحية فعاليات نعم نعم فعاليات عديدة في جميع المدارس تحرير الشركات تحرير المدارس من الشركات اليوم هي في تحت مضلة البلدية كل المزينيات اللي كانت تصرف للشركات مبالغ طائلة جدا تتعدى الست أو سبع مليون شيك اللي ما كناش نشوفهم اليوم كلهم يضعوا تحت مجهرة المدارس للجهاز التربوي والتعليمي في كل ما تحمله الكلمة المعنى فيش قيود نعم اختاروا اعملوا كل المشاريع وإحنا طبعا في جلسات مكثفة مع التفتيش مع وزارة تربية التعليم مع مديرة مركز لواء السيدة عمالي حايموفيش حقيقة استعملنا طريق المركبة من المنظومة المحوسبة اللي ما كنتش ولا مرة بكلان سويا من زينايات عديدة استطعنا نحصل عنها عليها في عنا جهاز مراكبة استعنى فيه من وزارة التربية والتعليم لجميع المدارس فودت المدارس في الإدارة الذاتية منذ خمس سنوات طلبت والحمد لله أخذنا البلدية المتفهوكة رشود مستينت في النهوة العتمية بتكرير من وزارة التربية والتعليم نعم عددنا للمدارس الحواسيب ما كانتش اليوم جميع المدارس تدائية عددية ثانوية مجهزة بالحواسيب الحديثي والمعاصرة التي كلفت مئات ألاف الشواكن استعنى أيضا استطعنا نجيب حاسوب لكل طالب أكثر من خمسمائة حاسوب للأولاد ذو الإعتياجات الخاصة مع دورة تعليمية لهم ووضع الحواسيب في داخل بيوتهم مع شهادة مما ساعدهم كثير لا يوجد إمكانيات حقيقة أيضا إذا بدأت أن تكون معك لموضوع الرياضة والشباب شو قدمت في هذا الموضوع ما نحقناش ما نحقناش نحك عن التربو تتعليم ولا هذا بكفيك نعم بعض النجازات منيح بهمني كمان أعرف موضوع الشباب لأنه بترابط مع الموضوع الآخر لموضوع العنف سؤالي اليوم هل أحسنتم التعامل مع موضوع الشباب والرياضة شو ستتقدمه كل ما يتعلق بموضوع الشباب والرياضة لأبناء حقيقة في كسم الرياضة اخترنا مدير كسم الرياضة جديد منذ ثلاث سنوات وهو يعمل ما كانش كبل فيه أشياء كثير عمناها ظهور الرياضة برحيص برط في فرق للسباحة فوتنا أول منطقة أول بلد اللي هي كلانسوي استطعنا نجيب مشروع السباحة لابتدائية خلال دوام الدراسة هذا البلد الوحيد اللي توفدوا علينا كثير من المدن كان مشروع جدا ناجح جدا مسر للأهالي وللأولاد أولاد اللي بيعرفوش ما بيعرفوش يسبحوا خرجناهم من خلال الدوام الدراسة وسبحوا ورجعوا مشروع جدا اللي تكلفته كانت اشتراك بسيط جدا للأهالي وانا راحين طلبت انه نكثفوا ونعلي مش بس البتدائيات فيه عنا فرق عمنا ملعب صاحبك سنتيتي على بناءه اللي يقيد التجهيز فيه ايضا ملعبين فيه عنا فرق كثيرة اللي اقول فيه حركة فيه مشاريع كثيرة على مستوى المراكز الجماهيري لأي مدى المراكز الجماهيري فعال في مدينة كولنسوي فيه عنا مركز جماهيري واحد اللي فيه فعاليات كثيرة منذ خمس سنوات منذ تسلمي منصب رئاسة البلدية كان على وشك الإغلاق ولكن استطعت أني أحوله بعض الموارد اللي كانت تحت مضالة البلدية مثل مشروع تسيلة أو نتسنيم مثل مشروع الحوفش القدود في الصيف حولت كل هاي المزنيات اللي كانت تحت مضالة المتناس واستطعنا إنعاشوا حقيقة المتناس اليوم بيكون بفعاليات عديدة جدا ندوات لكن نحن دائما نتطلع ونطمع إلى الكثير هناك أمر شاغل يشغل الجميع ويتحدث عنه الجميع هو ملعب كرة الكدم اللي كلنسوي زي ما ذكرت تفتكر للأرض العامة لكن في عنا بعد وأنا كنت في فترات سابقة بالألفين وثلاثة ألفين واربعة كنت مدير فريق هابو عيل كلنسوي لكرة الكدم واستطعنا إنه نصعد مع الفريق لأول مرة للدرجة الأولى وأنا أعرف شو الرياضة ومحب للرياضة لكن الإمكانيات والظروف الصعبة اللي بتمر فيها المدينة حالة دون إنه يكون إنه ملعب في ملعب كديم كونه بترميمه ولكن هذا لا يكفي وغير رائع في مدينة كمدينة كلنسوي هم استكبلاً في خطط لإقامة للعب نعم أخيراً استطعنا إنه نجيب أرض أو أرض موجودة كانت هي كان تقديرها مش للرياضة استطعنا إنه نكدمها ونجهزنا كل الطلبات اللي انطلبت منها وهي الآن على طاولة على طاولة لجنة التنظيم والبناء في الرملي وأنا أعتقد وأقولها بعد شهر أو شهرين بإذن الله سيتم المصادكة على ملعب في مدينة كلنسوي زد على ذلك كما ذكرت لك إذا تم المصادكة على الأرض اللي طلبناها للإضافة لمسطح كلنسوي سيكون هناك عدة أطر وعدة مراكز أتمنى وآمن أن يصادك الوزير حتى نحل جميع مشاكل كلنسوي أردت أن أنوه وأقول بما أن على أعتاب الانتخابات يعني وبدل على التنازل الانتخابات للأسف مظاهر العنف يعني لا تكتصر على الانتخابات ومجتمعنا العربي يعاني من العنف سؤالي كيف اليوم ممكن ننقلص مظاهر العنف ونحافظ علىك تأخي خاصة في فترة الانتخابات إذا بتسمح لي قضية العنف قضية مستشري جدا في وسطنا العربي في تطرح حلول كثيرة وعديدة لو تسألني أولا أول إشي يجب أنه حاسب أنفسنا يجب أن تكون تربيتنا وأخلاكنا وحضارتنا وديننا من هين نبدأ نتعامل مع الناس والواحد مع أخوه مع جاره ومع ابن بلده ومع ابن وطنه بالأخلاك الحميدة والحسنة إذا من التوج ومن الزيان فيها هذه بتخفف علينا كثير حضارتنا لازم نستعملها ممنوع أن تنازل عنها ممنوع يعني اليوم وظيفة العنف وظيفة الناس اللي بدها تعالج العنف ليس فقط لا تكتصر على رئيس بلدي هاي شراكي في بلد في مواطنين في رجال أعمال في أمي في ناس كثير اللي بهموا مصلحة بلدهم وبدهم يشوف بلدهم هذه إحنا علما بأنه الخمس سنوات الحمد لله رب العالمين نوعا ما كانت هادية جدا كانت هادية جدا والكل يشهد بالهدوء ولكن بين الحين والآخر تصدر هناك أعمال لا يكبلها لا ضمير عربي ولا حضارة عربية وظيفة الشرطة وظيفة هي مكسرة كثير في المجال هذا ما حدا بيقدر يخذ القانون بين إيديه فيش حدا بيقدر يحرس كل بيت وكل دار وكل ولد فأنا أطالب ومنطلع دائما على المواقع وعلى التلفزيون ومنطالب الشرطة بتكثيف جهودها للحفاظ على أمان الناس من جهة أخرى وبالتالي بدكيك واحدها الشيخ عبد الباصل السلامي رسالتك لأبناء والأهالي كلنسوي رسالة تصدر من القلب إلى قلب كل مواطن في مدينة كلنسوي انتخابات على الأبواب ونحن على مشارف انتخابات نزيهة جدا وأنا أشهد بكل صدق وأمان أن أهل كلنسوي طيبين وعلى خلق وعلى درجة وعي عالي جدا كنا أمس قد جلسنا في المدرسة الأهلية جميع المرشحين أمام مرأة وأسمع كثير من الناس وتصافحنا وتعهدنا ووقعنا على وثيقة أن نحافظ الواحد على أخيه وزميله وأطلب من الجميع تحلوا بالصبر والروح الرياضية انتخابات سوف تمر يوم واحد ونحن أبناء بلد وأبناء شعب وأبناء وطن وإن شاء الله يا رب ربنا سبحانه وتعالى يختار اللي كلكم بدكم إياه بضميركم وبنفسكم وبكلوبكم أولا أخيرا رح يكون رئيس من بلدكم وراح يخدمكم وراحين كنا نتعامل معاك الرئيس وأنا وأنا من هون ومن على هذا المنبر ومن على هذا ومن هذا اللي أقول مش مهم شو يقول لاختيار أحترم قرار أهل كرانسوي وقد احترمته سابقا وأمد يدي العون سواء أن كنت رئيسا أم لا أن أساعد وأقف وأستمر في عطائي لهذا البلد الطيب نعم شيخ عبد البحث السلامي رئيس بلدية كرانسوي ومرشح الرئاسة في تخبات قريبة شكرا جزيلا ونتمنى لك النجاح بهذا أعزاء المشاهدين والمشاهدات نأتي إلى ختم هذا البرنامج برنامجنا ومنبر ننتخب رئيسا لبلدنا في قناة وتلفزيون مفتوح أمام جميع المرشحين وطبعا بدون استثناء وعلى كل مرشح يرغب المشاركة في هذا البرنامج أن يتواصل معنا ونحن بدورنا سنحاول قدر الإمكان منح منصة وفرص متوازنة ومتساوية وإشراك الجميع نشكر لكم حسن المتابعة تحيات لكم وتمنيات لكم بكل المحبة والخير والطيبات إلى اللقاء